هذه ليلة عشرة في هذه الليلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه شخص أنصاره ولذلك أراهم ما أراهم وقع على ملفاتهم ووثائقهم في هذه الليلة من هنا كشف لهم ما كشف لهم في هذه الليلة وأنا أحدثكم لا بلساني الناصحي أبدا أنا واحد منكم أخاطب أخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي ممن يتشرفون بخدمة الحسين أنا واحد منكم مثل ما تتشرفون أنتم بخدمة الحسين فإني أتشرف بهذه الخدمة أيضا فأنا هنا أوجه رسالة إليكم لا بعنوان الناصحي ولا بعنوان الموجهي وإنما حديث خادم لخادم نحن كلنا خدام حسين حديث خادم لخادم في أجواء أجواء الخدمة الحسينية فرسالتي هذه لخدام الحسين في البداية لا بد أن أقول إنني قد أقسو عليكم في حديثي وعباراتي أنا أخاطبكم أنتم يا خدام الحسين إنني لا أخاطب المؤسسة الدينية الشعية الرسمية لأنني يائس وأهيس منها لا خير فيهم ولا رجاء ولا أمل فيهم أولئك قوم ذهبوا في اتجاه بعيد عن إمام زمانهم ولا أخاطب السياسيين الشيعة فأيدي هؤلاء بأيدي أولئك هؤلاء أبناء أولئك ولا أخاطب أولئك الذين يضحكون على أنفسهم بأنهم عرف هنيون لا شأن لي بهذه المجموعات الأجواء الحسينية برغم ما فيها من السلبيات والعيوب الكثيرة لكنها هي المكان الأفضل في واقعنا الشيحي قد أؤذيكم بعباراتي القاسية لكني والزهراء البتول أحب التراب الذي تدوسون عليه بأهذيتكم أقسو بكلامي وعبائري وحديثي لأنني لا أجد سبيلا آخر هذا هو الذي أستطيعه أنا لا أملك إلا الكلام وما عندي من وسيلة أخرى أستطيع أن أنافح بها عما أشاهده من هتك لحرمة عقائد محمد وآل محمد أمام عيني فماذا أصنع هذا هو الذي أستطيعه أقسو عليكم أنني أخاطب خدام الحسين فقط فقط أما أولئك أصحاب العمائم فما أذكره بحقهم هو قليل جدا بحقهم وهو في الحقيقة مديح عظيم بالنسبة لهم أخاطب خدام الحسين إنني أقسو وأنا هنا لستم اعتذرا لا أعتذر منكم لأنني حين أتكلم أتكلم وأنا عارف ماذا أقول لكنني أريد أن أحدثكم حديث الخادم للخادم في أجواء خدمة مخدومنا في أجواء خدمة الحسين الأجواء الحسينية برغم ما فيها من العيوب هي أفضل الأمكنة وأفضل الجهات في واقعنا الشيعي قد تسألون عن السر السر في الحسين نفسه الحسين نظيف نظيف الحسين حقيقة نظيفة فكل شيء من البشر وغير البشر إذا ما ارتبط ارتباطا نظيفا بالحسين ارتباطا صحيحا سينظفه الحسين أقرأ عليكم رواية جميلة جاءت في الجزء الثالث والأربعين من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي صفحة مئتين وثلاث واربعين الحديث السادس عشر عن صفية بنت عبد المطلب إنها عمّة النبي إنها عمّة أمير المؤمنين صفية تقول لما سقط الحسين من بطن أمه في ولادته وكنت وكنت وليتها وليتها يعني كانت هي القابلة وكنت وليتها وكنت وليتها يعني من قبل الرسول ومن قبل الأمير هم جعلوها قابلة عند فاطمة في خدمة فاطمة لما سقط الحسين من بطن أمه وكنت وليتها قال النبي يخاطب عمته صفية يا عم يا عم هل أمي إلي ابني عجلي لي بالحسين هل أمي إلي ابني فقلت يا رسول الله إننا لم ننظفه بعد فقال يا عم أنت وإن كنت عمة رسول الله وإن كنت بنت عبد المطلب يا عم أنت تنظفينه أنت من أنت حتى تنظفين الحسين يا عم أنت 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 تنظفينه إن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهر هذا هو الحسين فالحسين نظيف 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 من ينتمي إلى الحسين من يرتبط بالحسين إذا كان ارتباطا مستندا إلى العقيدة السليمة سيكون نظيفا من هنا فإن الحاضنة الحسينية وإن واقع أجواء الخدمة الحسينية مهما كان فيه من العيوب والسلبيات وهي كثيرة ما هي بقليلة لكن جذر هذا الواقع أس هذه الحاضنة نظيف نظيف لأنه ينمى إلى أصل النظافة والطهارة ينمى إلى حسين النظيف يا عم أنت تنظفينه من أنت من أنت وإن كنت عمتي وأنا رسول الله وإن كنت بنت عبد المطلب من أنت من أنت حتى تريد أن تنظف الحسين الحسين نظفه الله وطهره نذهب إلى فاصل لا تفسحوا مجالا للشيطان أن يعبث بكم وأن يقول لكم من أن الأجواء الحسينية فيها ما فيها من السلبيات فتجنبوها وابتعدوا عنها لا تسمحوا للشيطان أن يعبث بكم نظفوها أنتم نظفوها أقيموا 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 الشعائر الحسينية وواصلوا الخدمة الحسينية ولكن نظفوها نظفوها من القذارات التي أقحمتها فينا حوزة النجف وكربلاء نظفوها من هذه القذارات وابنوا أنفسكم ابنوا مواكبكم وحسينياتكم على العقيدة السليمة ادرسوا مجموعة حلقات أعرف إمامك ادرسوها دراسة لا تفكروا أن تقطعوا الخدمة الحسينية بأي وجه من الوجوه واصلوا خدمتكم الحسينية بقدر ما تستطيعون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بحسب الوقت الممكن بحسب المكان الممكن بحسب الإمكانات المادية الممكن ما عندنا من شيء نظيف في واقعنا الشيعي وأتحدث عن جذوره وإلا فأجواؤنا الحسينية مشحونة بالسلبيات وبالعيوب والمؤسسة الدينية مراجع النجف وكربلاء يوظفونها لبناء سلطتهم وسلطة أولادهم إذا ما قدموا لكم أموالا إنهم يضحكون عليكم هم لا يعبؤون بالخدمة الحسينية أساسا أنا أحدث الذين يعرفون الحقيقة لا شأن لي بالديخيين والصنميين بحمير مراجع النجف وكربلاء أخاطب أصحاب الوعي الذين أدركوا الحقيقة وعرفوا الخديعة الكبرى التي تمارسها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف وكربلاء الذين اطلعوا على الحقائق والوثائق التي قدمت عبر هذه الشاشة أخاطب هؤلاء لا شأن لي بغيرهم استمروا في خدمتكم الحسينية حذاري حذاري أن يسول الشيطان لكم أن تقطعوا الخدمة الحسينية واصلوا خدمتكم وحاولوا تنظيفها بقدر ما تستطيعون نحن ما عندنا من شيء نظيف نخدم فيه أهل البيت إلا هذا إلا هذه الأجواء حاولوا أن تنظفوها بقدر ما تستطيعون تعارفوا على بعضكم فكثيرون أنتم كثيرون أنتم في أجواء الخدمة الحسينية الذين تريدون خدمة الحسيني في فناء الحجة ابن الحسن صدقوني كثيرون أنتم تعارفوا تعارفوا على بعضكم تواصلوا مع بعضكم بقدر ما تستطيعون في أجواء الخدمة الحسينية وزيارة الأربعين من أفضل المناسبات زيارة الأربعين تواجد المواكب وتواجد الحسينيين في كربلاء طيلة أيام محرم وصفر فرصة مناسبة أن تتواصل فيما بينكم هذه الليلة دعونا نصفي نوايانها مع إمام زماننا كي يوقع كي يقر خدمتنا المهدوية الحسينية والحسينية المهدوية لا نستطيع أن نفكك بين هاتين الخدمتين بين هذين العنوانين الذي يدفعني لهذا الحديث ربما لن أكون أنا لن تكونوا أنتم في العام القادم في أجواء الخدمة الحسينية نحن نرى الموت من حولنا يأكل الناس أكلا صدقوني خلال هذه الأشهر التي مرت كثير من الاتصالات التي أجريها حينما أتصل بشخص فإنني أجده في حالة صحية سيئة قد ضربته الكورونا وهو في المستشفى يئن أنينا أو في حالة صحية مزرية في بيته وهناك من تصل أخبار وفاتهم وموتهم ويحدثوننا عن بعضهم ماتوا بشكل مريع ومخيف جدا وهناك من أتصل بهم فأجده مشغولا بجنازة أحد أفراد أسرته أو أحد أصدقائه الموت يحيط بنا من كل جانب هذا سبب من الأسباب وأسباب الموت كثيرة أسباب الموت كثيرة فلا ندري هل سنكون أحياء في السنة القادمة في مثل هذه الأوقات ونحن نتمتع بخدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنا أحدث نفسي قبل أن أحدثكم فأقول هنيئا للذي يستطيع أن يحجز مكانا له في الرجعة العظيمة هنيئا له في ثقافة أهل البيت هناك الأدعية وزيارات وصلوات التي إذا ما واضب عليها الشيعي تكون سببا لتوفيقه أن يكون راجعا مع الراجعين مع إمام زمانه في زمان الرجعة العظيمة سيكون راجعا مع الراجعين سيكون موفقا أن يعيش في خدمة محمد وآل محمد في زمانهم وأيامهم ودولتهم وأرضهم وبلادهم صلوات الله عليه لكنني لن أطيل الكلام في هذه الموضوعات إنما سأذهب بشكل مستقيم ومباشر إلى البوابة الأهم التي يستطيع الشيعي أن ينال حجزا مؤكدا من خلالها في أن يكون راجعا في زمان الرجعة العظيمة إنني أوجهكم إلى البوابة التي إذا ما أخلصتم في نيتكم وفي توجهكم إليها ستنالون إن شاء الله حجزا مؤكدا توجه إلى الزهراء إلى إمامنا فاطمة إلى إمام أئمتنا توجه إلى أمنا وإلى أم أئمتنا فاطمة أم المؤمنين توجه إلى سيدتنا إلى سيدة الوجود توجه إلى القيمة على الدين إنها القيمة إنها أم أبيها هل كانت فاطمة أما رحمية لمحمد صلى الله عليه وآله إنها أم القيمومة إنها أم لدينه لدين محمد الله هو الذي يقول وذلك دين القيمة فاطمة فاطمة هي القيمة وفاطمة لها القيمومة في زماننا هذا وفي زمان الرجعة العظيمة فاطمة هي أم الدين وهي أم الرسالة وهي أم الإيمان وهي أم الأئمة وهي أم الحسين هي أم النحر الذي دفع ثمنا للرجعة العظيمة نحر الحسين نحرها نحر الحسين أعز عندها من نحرها وأحب إليها من نحرها نحر الحسين هو نحر فاطمة هو هذا الذي دفع ثمنا للرجعة العظيمة فهذا الثمن قد دفع من مهجتها فالحسين مهجتها الحسين لباب روحها ثمن الرجعة دفع من لباب روحها هي أم الرجعة هي القيمة على الرجعة هي القيمة على الدين هي الميزان هي الميزان هي الميزان في هذا الوجود يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها إنها فاطمة فاطمة ماذا ماذا نفعل ماذا نقدم لفاطمة كي ننال حجزا مؤكدا في مرحلة الرجعة العظيمة البكاء على الحسين شيء يقربنا من فاطمة زيارة الحسين قطعا هذه بديهيات أعرفها أنا وتعرفونها أنتم كل تفاصيل الخدمة الحسينية تقربنا إلى فاطمة هذا أمر لا نقاش فيه لكنني لا أحدثكم هنا عن الأجر والثواب إنني أحدثكم عن حالة تغيير تفعلها فاطمة فينا أن تجعلنا ممن محض الإيمان محضا حتى نستطيع الرجوع إذا كنا لا نمتلك هذا المؤهل لن نستطيع الرجوع وفاطمة هي القادرة أن تمنحنا هذا المؤهل قد يكون في حياتنا قد يكون عند موتنا وقد يكون بعد موتنا هي الأعرف بصالحنا قد تمنحنا هذا المؤهل الآن فنصبح من الذين محضوا الإيمان محضا حينئذ نكون ممتلكين لمؤهل الرجوع وحينئذ نستطيع أن نحصل على بطاقة حجز مؤكد في الرجعة العظيمة إما أن نعود مع إمام زماننا في العصر القائمي الأول أو أن نعود معه في العصر القائمي الثاني أو في أي مقطع من مقاطع الرجعة العظيمة أو ربما نكون من العائدين في زمان الدولة المحمدية العظمى وذلك هو أعظم الأمل وأعظم الرجاء إنها جنة الدنيا جنة محمد صلى الله عليه وأهله فاطمة هي القادرة أن تمنحنا ذلك أن تجعلنا في هذا المستوى ما نحن هكذا نقرأ في زيارتها صلوات الله وسلامه عليها وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتا به وصيه صلى الله عليهما وآلهما فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهم لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك التصديق من هنا الإيمان من هنا من هذه البوابة إيماننا بمحمد وعلي لا قيمة له من دون تصديقها فإن نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما هي التي توقع على ملفاتنا على وثائقنا وهي القادرة أن تمنحنا المؤهلات التي تجعلنا من الراجعين في الرجعة العظيمة أو في الرجعة العجيبة مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ماذا نقدم بين يدي فاطمة إنني أقول ذلك لكم عن عقيدة وعن خبرة وعن دراية وعن فهم وعن علم لا أقول هذا الكلام جزافا وقد أثبت 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 عبر السنين الطويلة أقول لكم إنني أخاطب أناسا أعتقد أنهم يذكرون علي في التشهد الوسطي والأخير من الصلوات اليومية بعنوان الوجوب القطعي إنني أخاطب أناسا بهذه المواصفات لا أخاطب غيره لا شأن لي بغيره لا شأن لي بحمير مراجع النجف وكربلاء أولئك لا شأن لي به أنا أخاطب أشياع الحجة بن الحسن الذين يلتزمون بفقه العترة لا بفقه الشوافع والمعتزلة بفقه مراجع النجف خاطب الذين يلتزمون بفقه العترة الطاهرة الذين يذكرون علي في التشهد الوسطي والأخير في صلواتهم الواجبة بعنوان الوجوب القطعي ويعتقدون أن صلواتهم نجسة قذرة طهورها هو هذا الذكر علي طهور الصلاة علي 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 يكمل الدين اليوم أكملت لكم دينكم ما نحن صلاتنا ناقصة كلها عيوب كلها أخطاء كلها غفلة صلاتنا لا خير فيها ناقصة فهل علي الذي أكمل الدين كله لا يكمل صلاتنا لا شعن لكم بهؤلاء الغبران أصحاب الفتاوى التي تقول من أن ذكر علي يبطل الصلاة هذه الفتاوى صدقوني تنجس كنيف المراحض الكنيف يعني البالوعة هذه فتاوى تنجس كنيف المراحض أما فتاوى فقه العترة فإن ذكر علي يطهر الصلاة هو سر قبولها أنا أخاطب أناسا هذه عقيدتهم وهذه صلاتهم أقول لكم علموا 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 من تستطيعون أن تعلموا من الشيعة من النساء من الرجال من الكبار من الصغار علموهم هذا علموهم علموهم الصلاة وفقا لفقه العترة وبهذا تقربوا إلى الزهراء أشرف عمل تقومون به هو هذا طهروا حسينياتكم من صور هؤلاء الأغبياء الذين يقولون من أن ذكر علي يبطل صلاة في التشهد الوسطي والأخير واكتبوا اسم علي اكتبوا اسم علي علي ديننا وعلي إيماننا وعلي قرآننا وعلي شرفنا وعلي كل شيء لنا وكل شيء عندنا له قيمة من علي علي قيمتنا علي سعدنا سعدنا في الدنيا وسعدنا في الآخرة علموا الشيعة أنتم في الحسينيات وانشروا انشروا اسم علي واكتبوا في كل مكان أشهد أن علي ولي الله اكتبوا في كل مكان علي ولي الله عمقوا هذه المعاني وأحيوا هذا الأمر في قلوبكم وتقربوا إلى الزهراء بذلك الزهراء قتلت في سبيل أشهد أن علي ولي الله نذهب إلى فصل إن لم تكن الأسباب الدنيوية تجمعنا أنا وإياكم في مقطع من مقاطع هذه الحياة أتمنى أتمنى أن نجتمع في الرجعة العظيمة أتمنى أن نجتمع في الرجعة العجيبة مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ترجمة نانسي قنقر